السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكل مشاهدينا ومتابعيينا. النهاردة حابب اتكلم معكم عن مشروع من المشاريع المربحة جدا. مشروع اعادة تدوير الورق والكرتون. اه يعني ببساطة اعادة تدوير الورق والكرتون واستخدام الورق والكرتون المستعمل دي من المشاريع المهمة والمنتشرة في جميع انحاء العالم واللي بدأت تاخد حيز اهتمام كبير في دول كتيرة. قبل ما اخش في الموضوع. لو انت لسه مشتركتش في القناة اللي تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك من هنا كل جديد. يجي السؤال اللي بيطرح نفسه هنا ما هي اهمية او جدوة مشروع اعادة تدوير الورق والكرتون. اه تكمل اهمية مشروع اعادة تدوير الورق والكرتون لانه مطلوب جدا او المشروع مطلوب جدا والخامل اللي بيقدمها مطلوبة جدا خصوصا في مصر. اه مصر بتستورد كميات كبيرة من الورق القديم المستعمل للمصانع لان الورق اللي هنا مش بيكفي المصانع علشان كده بيتم اشتراض كميات كبيرة من الورق علشان يسد الفجوة اللي موجودة. ومن هنا اه المشروع ده هاخد اهمية كمان لسهولة بيع الورق اه اي حد عنده ورق اه هيبيعه بسهولة ومش مشكلة ومش هيواجه مشكلة في المبيعات. اي مشروع ممكن اه جديد بيواجه مشكلة ان هو اه في اه المبيعات لكن مشروع زي المشروع بتاعنا النهاردة مش بيواجه اي مشكلة. لو عندك اي كمية بتقدر اه تيبيعها بدون اي مشكلة. الصناعات اللي مبنية على صناعات اعادة التدوير او اعادة تدوير المخلفات اه كتيرة جدا بتحتاج لرؤوس اموال. احنا فكرتنا النهاردة مش ان احنا هنخش في الصناعة بشكل اه مباشر لكن احنا هنوفر المادة الخام اللي محتاجها الصناعات دي. احنا النهاردة بنتكلم بالخصوص على موضوع اعادة تدوير الورق والكرتون المستعمل. فكرتنا بتقوم على ان حضرتك اه تنم الورق اه والكرتون المستعمل وتتورده بكميات للمصانع اللي بتحتاجه. بالنسبة لاحتياجات المشروع بتاعنا. اه رقم واحد محتاج مكان مناسب. اه يصلح ان هو يكون مخزن. اه بتوفر فيه تهوية جيدة. ووسائل الخدمات العامة زي الكهرباء والمية. ووسائل الاتصال. ومحتاج مكبس عشان يجبس الكرتون والورق على شكل بلد. وهنستعرض مع بعض في نهاية الفيديو شكل المكبس. وهشرح لحضراتكم بيكون اه شكله ازاي. اه بعد كده بنحتاج اه وسيلة اه موصلات او وسيلة نقل علشان تقدر اه تنقل بها المواد بتاعتك اللي حتجيبها يعني اللي حتجمحها من الاماكن مختلفة للمخزن. وبتحتاج اه عامل او اتنين معاك او ممكن لو انت ما عندكش رأسمال كافي تبدأ المشروع اه بنفسك. لكن طبعا اه كل ما بيكون عدد العمال اكتر كل ما بيكون الانتاجية اكتر. اه بتجمع الورق منين او الكرتين منين بتجمحها من المحلات ومحلات البقالة والسباب ماركت والمطابع واماكن كتيرة جدا والمصالح الحكومية اي اماكن بيكون فيها اه اوراق او كرتين فاضية اه تقدر ان ان انت تجمحها. اه تقدر برضو ان انت تتعاقد او تتفق مع الناس اللي بتلف في الشعارة بتلمي الاوراق اللي هما تجار الروبابيكيا وغيره وتقدر تاخد من نيم الكميات برضو اه وتكبسها وتوردها للمصالح. اه الاسعار بتختلف طبعا لاني اه انت اللي بتحدد السعر انت وبتشتري من العميل. اه لاني السعر المصنع بيتحدد اه مسلا في الورق بيبقى من اه من خمسة وسبعين قرش الى جنيه ونص على حسب اه النوع الورق والخمة او الخمة بتاعته او اللي هو ورق اه ابيض او ملون او ورق او غيره. وبالنسبة للكرتون اه سعر الكيلو بتاعه بيبقى من اه حوالي اتنين جنيه لتلاتة جنيه تعريبا برضو اه بيختلف على حسب اه اه النوعية والان كان هو اه كرتون سليم او اه ناعم. اه وبرضو اه بتقدر تحدد الاسعار دي انا انصحك ان انت بتلف على الاول في بداية قبل شغلك على المصانع اللي هي بتاخد الورق ده او الكراتين دي وتدي تعرف هما بياخدوا منك الاسعار اه حياخدوا منك باسعار كام عشان انت تقدر تحدد انت حت اه تشتري بكام وتبع عندك فكرة عن نوعيات ودرجات الفرز المختلفة ده حيفيدك جدا قبل ما تبدأ المشروع بتاعك. من الافكار اللي ممكن برضو تاة تستخدمها في المشروع بتاع النهاردة ان لو انت عندك اه اه رأس مال مناسب ان انت تقدر توفر اه اه سلات او حويات كبيرة او بحجم مناسب تتحط في الاماكن الحكومية وفي المصارح الحكومية او في الجامعات او المدارس اه الاماكن اللي قريبة منك او في منطقتك تقدر تجمع منها ورق يهم ما يحطو لك فيها الورق والكاراتين الفاضية وانت تقدر تلمها بعد كده بشكل يومي. اه طبعا فكرة مشروعنا النهاردة زي ما قلنا هي عبارة عن انك بتكون بتجمع الورق من المحلات ومن الناس اللي بتلموا ومن الاماكن اللي بيكون فيها اه الورق اه وتكبسوا في شكل بلات كبيرة وبعد كده تعيد بيعه للمصانع اللي بتعيد انتاج الورق ده تاني او بتعيد تصنيعه تاني. وبيتم استخدام الورق في عادة تصنيع الكاراتين او ورق تاني او اه مناديل ورق او مناديل واجهة او كاراتين البيض اه وحاجات كتيرة ومنتجات كتيرة بيدخل فيها اه الورق المستعمل وبيتعاد تدويره علشان يطلع في شكل منتجات تانية. ولو قدرت توفر الامكانيات زي المكان والمكبس ورأس المال الكافي تقدر برضو تشتغل في حاجات تانية كتير زي اه الكنزات الفرغة برضو بيتم اه اه عادة تدويرها وفي حاجات كتيرة جدا اه تقدر تشتغل فيها زي البلاستيك والغيرو. وده موضوع تاني ممكن نتكلم عنه في فيديو تاني. وده شكل المكبس اللي بيتم استخدامه في كابسل ورق والكرتون وكمان اه الكنز. وده سعره بيكون في حدود اه خمسة وتلاتين الف جنيه او اه يبدأ يعني من خمسة وتلاتين الف جنيه او تبعين الف جنيه وانت ضال على حسب الحجم والصناعة. النصيحة اللي بقدمها طبعا حاول ان انت قبل ما تشتريه تسأل وتعرف الصناعات والانواع المختلفة والاسعار بتاعتها. اه طبعا السعر بيختلف زي ما قلنا من الحجم والصناعة للقدرة. الحاجات دي كلها بتحدد السعر. اه حاول ان انت ممكن تلاقي حاجة استعمال بسعر افضل. طبعا هتلاقي الحاجات دي متوفرة على موقع زي اوليكس او علي بابا الصيني. اه عشان تعرف الاسعار بتاعتها في الحدود والتقريب. اه طبعا في النهاية لو عجبك الفيديو متنساش تضس لايك وتشترك في القناة. اه انا زي ما بقول دايما قبل ما نهي الفيديو اني انا بقدم فكرة مش دراسة جدوى بالمعنى المعروف. والنهاردة قدمت لحضراتكم فكرة لمشروع متميز جدا ومربح. حاول ان انت اه تدرسه كويس قبل ما تبدأ المشروع عشان تعرف هو مناسب لك ولا مش مناسب. وفي النهاية زي ما قلنا لو عجبك الفيديو. ما تنساش تضس لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس. ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.